من الأنبار ينضم إلينا القيادي في تحالف الأنبار الموحد الشيخ عبدالوهاب البلاوي حيئك الله شيخ عبدالوهاب ما الذي تمثله هذه الخطوة من انتخاب رئيس لتحالف الأنبار الموحد إضافة إلى قيادات أخرى يعني خطوة ربما تكون مدروسة ومحسوبة للمضي بالمشاريع والرؤى التي خطط لها هذا التحالف كيف تفسر اليوم هذه الخطوة تحية لكادر القناة والمشاهدين الكرام مساء هذا اليوم كان هناك اجتماع لكافة قيادات تحالف الأنبار الموحد وتضم جميع الكتل والحزاب السياسية والقادة العشائر وقادة الميدان والأساتذة الأكاديميين اللي هم أسسوا هذا التحالف وتم وبالإجماع اختيار رئاسة لهذا التحالف مكونة من الدكتور جمال كربولي رئيس للتحالف والأستاذ قاسم الفهداوي نائبا أول والدكتور نور الكربولي نائب ثاني ونالوا ثقة الجميع وبالإجماع وكلنا ثقة بهم وبقيادتهم ونازاهتهم من خلال الفترات السابقة اللي قادوا فيها مفاصل كثيرة من الدولة سواء بالمحافظات أو في الوزارات ولم تتبت عليهم أي شبهات فساد وبالتالي فكل لنا ثقة تامة بقيادتهم لهذا المشروع مع أخوانهم في التحالف واليوم المهمة ليس بالشهلة أمام الجميع كون هناك ملفات شائكة في محافظة الأنبار على وجه الخصوص ومن هذه الملفات الفساد المستشري وسطوة الحزب الحاكم بالأنبار على جميع دوائر المحافظة من أغضية ونواحية واليوم تعتبر الأنبار أسيرة بيد حزب حاكم واليوم تكبيم الأفواه ومعاناة المواطنين ومعاناة دوائر التقاعد اللي أجرمه بحق المقاتلين والمضحين والشهداء والجرحة وأيضا قضية تكبيم الأفواه والتجاوز على الرموز العشائرية وهذه سابقة خطيرة جميل شيخ عبد الوهاب ناقشتم مجمل القضايا التي تحاولون تطبيقها من خلال الرؤى التي وضعتموها في تحالف الأنبار الموحدة هم هذه الرؤى الاعتداءات والتجاوزات السافرة على أراضي العشائر العراقية في محافظة الأنبار لماذا هذه الخطوة بالذات؟ ما الذي تعنيه مفردة استيلاء بعض الجهات الحزبية والسياسية والتي تحاول التفرد بالقرار السياسي والأمني اليوم في المحافظة؟ لماذا هذه الخطوة بالذات؟ لأن ما يهم المواطن هو الأمن والاستقرار اليوم كل القيادات وخاصة قيادات تحالف الأنبار الموحد اللي قاتلوا في الميدان واللي هم جزء من هذا التحالف اليوم المحافظة على النصر ومكتسبات النصر لكن اليوم ما يثار وما يقوم به الحزب الحاكم من استقطاع أراضي المواطنين والمشاكل الكثيرة اللي عانينا بها بكل تأكيد هذا وراءه تغيير ديمغرافي للمحافظة وأهل المحافظة والكل اليوم ممتعد من هذه الحالات واليوم مشاكل كثيرة في الفلاحات وفي الجميلة وفي المناطق بشليب وهناك أوامر قبض بحق أصحاب الأراضي بالإضافة لرغم استيلاءهم على الأراضيهم أيضا هناك أوامر قبض بحقهم اليوم قضية عسوفية تجاه العشائر الأنبار وأهل الأنبار واليوم تجاوز على رمز عشائرية فبالتالي اليوم وضعنا في أولوياتنا هذا الموضوع لطرحه على الحكومة الجديدة وعدتم هذه العشائر أيضا برئاسة السيد محمد الشاعر السوداني تسليم هذه الملفات لرئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني هذه الوعود كيف ستنفذها هناك من خطة وآلية لإيصال أصوات العشائر في المحافظة اليوم وهي التي تقول أن هناك تكميم للأفواه أن هناك عملية تغيير ديمغرافيا اليوم لأراضي المحافظة ما هي هذه الخطة كيف وضعتموها وما هي الأسس لعملية أرساء ثوابت العشائر اليوم في محافظة الأنبار من خلال تحالف الأنبار الموحد طبعا وصلت أغلب المشاكل والملفات وصلت أمام السيد رئيس الوزراء قبل اجتماع هذا اليوم ولنا أيضا تفاهمات مع الكتل الأخرى اليوم كل الصورة واضحة أمام السيد رئيس الوزراء ولينا وفر قريب لزيارة السيد السوداني أيضا لشرح ملابسات وريد حلول ليس فقط أن نقدم الملفات وإنما أيضا ريد حلول عاجلة اليوم محافظة الأنبار تعاني وأهل الأنبار يعانون من تعصف في كافة المجالات اليوم حتى مدراء النواحي الأقضية الدوائر المحافظة هم أسرى بيد حزب حاكم اليوم نطالب السيد رئيس الوزراء بالحد من تدخل السلطات التشريعية بجانب التنفيذي وهيمنتها وسيطرتها على مفاصل محافظة اليوم عظم السيد النواح بدورة تشريعي مو دورة يقدم عمود كهرباء أو محولة هذا الدور معيب عليهم اليوم نطالب وبشدة الفصل ما بين جانب التشريعي وجانب التنفيذي وكل أن يأخذ دوره اليوم كان لقاءنا أيضا لنا لقاءات كثيرة مع الكثير من المسؤولين المحافظة سواء مدراء نواحي أو أقضية تحدثتم في هذا الاجتماع سيد عبد الوحادي عن قضية تجراء انتخابات مجالس المحافظات والدخول إلى هذه الانتخابات من خلال تحالف الأنبار الموحد هذه الخطوة ربما تكون مدروسة من قبلكم لتخليص المحافظة وكذلك السعي لخدمة أهاليها من الجانب الأمني والخدمي ما هي الأولويات التي وضعتموها لهذه الخطوة؟ هل هناك من مفاصل ربما ستعلنون عنها في القريب العاجل حول قضية تجراءكم للانتخابات؟ ما هي البرامج التي وضعتموها لأهالي الأنبار؟ مؤكد من ضمن القضايا للناقشة هي قضية الدخول وبقوة لمجالس المحافظات لكن ليس هي الجزئية المهمة والرئيسية اليوم الجزئية الرئيسية تفاهمنا مع شركاء الوطن في تصحيح العملية السياسية بالأنبار وتصحيح الوضع السياسي بالأنبار وبالتالي كف الحزب الحاكم وأيد الحزب الحاكم وسطوتهم وبثم بكل تأكيد المرحلة القادمة سنكون لنا دور فاعل وفعال باختيار شخص قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة القادمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ولنا شخص لها قاعدة اجتماعية وقبولية في مجتمع أهل الأنبار من الشخص الأكاديمية والشخص النزيهة والشخص التي أيضا لها دور في قيادة الميدان بمحافظة الأنبار بالتالي لا نقدم إلا شخص المناسب المكان المناسب إلا قبولية في محاربة الإرهاب والفساد في آن واحد لأن اليوم الفساد أشد خطرا من الإرهاب هذا فيما يخص الأنبار شيخ عبد الوهاب نتحدث عن باقي المحافظات التي ربما لكم فيها تمثيل سياسي وكذلك عشائري ومقبولية من قبل شخصيات كبيرة في هذه المحافظات نتحدث عن نينوى صلاح الدين وكذلك ديالة هل من الممكن أن يتسع تحالف الأنبار الموحد ليشمل هذه المحافظات تتواجدون في هذه المحافظات لبناء قاعدة جماهيرية تؤهل للمرحلة السياسية القادمة طبعا اليوم نقطة الانطلاق هي محافظة الأنبار لأن الفساد المستشري في محافظة الأنبار لم يكن له وجود في كل المحافظات العراقية اليوم انطلاقنا محافظة الأنبار إلى المحافظات المحررة الأخرى أيضا اللي يتعاني اللي هي محافظة السلاح الدين لديالة بغداد الموصل اليوم سيكون بداية الانطلاق من الأنبار وصولا إلى المحافظات الأخرى اليوم لنا قاعدة اجتماعية رصينة في كل المحافظات الموجودة أيضا سنمتد إلى المحافظات الفرات الأوسط لكن بالتأكيد دورنا في المحافظات محررة لأن عانوا أهل هذه المحافظات معاناة كبيرة من تعصف وتهميش واذلال المواطن ووصل حالة المواطن إلا أنه لحد الآن لا يستطيع أغلب المحافظات أهل المحافظات مهجرين ونازحين في بنات أخرى لأن اليوم الحزب الحاكم الأهم شيء هو مصلحته ومصلحة كيانة أما لو كان لديه مصلحة في عودة النازحين وعودة أهالي تلك المحافظات لكان تركيزه على وزارتي الهجرة والمهجرين ووزارة العدل اللي هي تعالج مشاكل تلك المحافظات لكن للأسف اليوم أهم وزارتيان اللي هي تعالج مشاكلنا وتعالج النازحيننا تم إهمالها وتم العزوف عنها لكاون تلك الوزارات ما بها فوائد مادية ومصلحة شخصية ومصلحة عزبية فهذا دليل واضح على أنه مصلحة الحزب ومصلحة العوائل لتلك الأحزاب هي فوق مصلحة المواطن وأصبحت قضية النازحين والمهجرين فقط شعارات لا أكثر لتنادي بعودتهم وتنادي الحكومة لكن لو كانوا جادين وصادقين مع أنفسهم ومع مواطنيهم ومع نازحهم لا كانت وزارة الهجرة والمهجرين أولى اليوم أيضا عندنا سجناء والكثير منهم سجناء قد يكون عن طريق البخبر السري أو مشكوك بأمرهم فكان وزارة العدل هي الأقرب لحل حالة تلك المشاكل لكن هذا ديدنهم وهذا الفسادهم الشيخ عبدالوها بالبيلاوية جورهم على أهل تلك المناطق لم يختلفوا كنت معي ضيفا عزيزا نكتفي وياك بهذا القدر وشكرا جزيلا لك